تحت أفل مصر النهاردة 1 مايو بعيد العمال وسط مرحلة انتقالية بتمر مصر فيها بتاريخها كان فيه مطالبات كتير للشعب المصري بحقوق كتير منهم العمال وكان الحقيقة ضل رئيسي فيهم العمال حتى رئيس تيسي مبارح أو في كلمته يوم الخميس اللي فات قال انه هو كان العامل المصري جزء من الحركة الوطنية على مدار تاريخ مصر كان جزء من الحركة الوطنية وكان ليه مطالبات خاصة في الفترة اللي فاتت ايه اللي تحقق منها اللي ما تحققش منها يهم المطالبات ايه الفارق أصلا بين العامل المصري والعامل برا وايه الحقوق اللي بياخدها العامل برا عن اتنية شو كل ده مع أستاذ رجب عبد العاطي شرنوبي عضو اتحاد غرفة الصناعات أهلا وسهلا يا فاتح أهلا 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 أستاذ أستاذ رجب خليناك كده في الأول أو أنا طبعا كل سنة وكل عمال مصر بخير كل سنة وحضرتك طيبة وكل سنة والإخوة المسيحيين بألف خير وكل سنة والإخوة والمسلمين كمان بخير عشان كان فيه الإسراء والمعراج وكل سنة والوحدة الوطنية بخير وكل سنة عمال مصر بخير أكيد العامل المصري بيمتاز بإيه أستاذ رجب خيره ڤتح have one instant العامل المصري جزء من كل العامل المصري جزء من الشعب المصري له ما يتميز به الشعب المصري ويعيبه ما يعيب الشعب المصري العامل المصري ان أجاد إن أخلص أخلص فهو رقم واحد في العالم العامل المصري عامل ماهر جدا عامل بيتميز الصبر أحيانا عامل يعني عنده قوة تحمل بيشتغل في أصعب الظروف دايما العامل المصري لما يكون بلده محتاجاه بيتحمل عشان خاطر بلده لما يكون بلده محتاجاه ولما يكون عنده طرجة محددة يلاقي إن أنا مثلا واحدة من الناس اللي بسمع الرأيين دايما متنقضين في العامل المصري واحد يشوف العامل المصري إن هو يعني بتاع شغل جدا وممكن يفحد نفسه في الشغل من صبح بالليل ودقوب جدا ونشيط جدا ورأي تاني يقولك لا ده العامل المصري كسول ومش عايز يشتغل وعنده تراخي الفكرة دي والفكرة دي بتعتمد على إيه على حقه اللي بياخده ولا على إدارة ولا إيه بالزبط في رأي الشخصي اللي اتنين الرأيين صحيحين مع تغير الظروف يعني حسب الظروف عاوزة تعرف قيمة العامل المصري وانا عايز عارف إيه الظروف بقى اللي بتخليه دقوب قوي كده أو تحصل قوي كده وانت ماشي في الشارع لو رفعت عينك لفوق في الدورة 12-13 هتلاقي العامل المصري شغال في المحارة أو شغال في النقاشة وهو بدون أي تأمين بدون أي حاجة ومنه للهوا الموقف ده لا يمكن عامل في أي مكان من العالم يعمله ولا يتحمله ولا يقبل وده مش صح على فكرة وده مش صح ولازم يعرف حقه بس هنا بقولك قد إيه العامل المصري قلبه جامد قلبه جامد لما بحب يشتغل بيشتغل لأ وساعات بتبقى عدم معرفة بحق الواحد على فكرة يا أستاذ رجل أم مزبور يعني ببقى هو مش عارف حقوقه إيه وخلاص هو مفحوص الشغل وخلاص مكان ما هو عشان إحنا في المجتمع أنا أقولت لك في بداية كلامي ده العامل المصري جزء من كل وجزء من المجتمع المجتمع المصري زيه زي معظم المجتمعات النمية ليس له سيستم واضح ما لهش سيستم واضح للمعالم بحيث أنه العامل يبقى عارف اللي له واللي عليه دائما إحنا ودليلي أنه العامل المصري لو أحسننا خطابه واتكلمنا معاه كلمتين كويسين بيموت نفسه في الشهر حتى لو ما خدش فلوس وده في حد ذاته بيعني أنه هو بيشتغل بنفسيته بيموده كل يوم ما عندهش سيستم أنه مطلوب منه كذا 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 ده كويس ولا وحش يعني ده صح ولا غلط لو أنت بتبني اقتصاد ما تقدرش تبنيه على هذا الأساس لازم المجتمع يكون له سيستم كله شغال فيه يكون له معالم واضحة يكون له حقوق وعليه واجبات مظبوط يجي العامل الساعة 8 يشتغلت 8 ساعات بتوعه اللي هم الوردية بتاعته ويمشي في معاده يحقق التارجت المطلوب منه في الحالة دي يبقى فيه اقتصاد تقدر تبني عليه تقدر تتوقعي أنه بعد فترة معينة من الزمن هيبقى معدل النمو وكذا وبالتالي هيبقى مستوانة المعيشة كذا لكن فكرة أنهنا شغالين حبي 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 زي ما أنت قلت كذا وده ده ما بنش مجتمع ده يعمل يعني دايما تلاقي عندنا احنا مصطلحات غريبة غريبة مش هتلاقي في مكان في الدنيا زي الفهلاوة كذا ده حاجات ما بتنتقش في المجتمعات ويبقى فيش كمان ثبات يعني ما فيش معدل ثابت للنمو ده لأن أنت على حسب بقى المود وشكت حقه ما خادش حقه وتعامل كويس ولا صاحب العمل بيديقه ولا كده يعني فهي الفكرة بس بفكرة أنهنا عشان تحسيني وضع أو مستوى انتاجية العمل المصري لازم المجتمع كله نبتدي نبصله بشكل عام ونبتدي نصلح فيه كله والعمال جزء من المجتمع فبالتالي هيتحرك المجتمع يعني احنا لو قدرنا نوصل العامل للحالة اللي هو اللي هي عندها لازم يبقى عنده دافع وطموح أنه ينتج ويحافظ على الوقت بتاعه يعني كي أنه دهب بالنسبة له الكلام ده يتحقق يمتح لما العامل ينتظر أنه في نهاية شغله إذا أجاد هياخد حق إذا أجاد هياخد حق بس عشان إحنا بردو شغالين عشوائي وشغالين مراضية أحيانا عمال في أماكن معينة ما بتشتغلش بالشكل المطلوب وبتاخد أكتر من العامل اللي طول النهار مطحون ده بيعمل جو من عدم الثقة ما بين المسؤولين عن إدارة العمل والعمال الفترة اللي فاتت كان فيه مطالبات كتير للعمال وكان فيها اتراضات ليهم بعضها أخذ بها وبعضها لم يأخذ بها ايه أهم الحاجات اللي كانوا بيطالب بيها العمال وإيه اللي أنجزوا من مطالباتهم دي شوف هي الدولة لازم تبص للعمال على أن هم العربة الأساسية اللي هتجر قائمة أو قافلة التنمية وهنا لازم تبص الدولة على العامل الذي يضيف إضافة حقيقية للاقتصاد يعني الفلاح ده أساسي في التنمية الصنايعي الحرفي المهني لازم الناس دي يتوضع يعملوا نضع نحطهم دايما في اعتبارنا على أن هم الحلقة الأقوى والحلقة الأهم في الاقتصاد المصري يعني ما يكونش أبدا الإداري عنده مميزات أكتر من اللي يديني اقتصاد حقيقي وفي دول العالم كلها العامل يعني أغلى حاجة وأغنى حاجة ودخلوا أكتر حاجة وأصعب حاجة نرجع يعني لو رجعنا لأوروبا دايما ياخدوا ألمانيا مثلا على اعتبار أن هي دولة صناعية كبرى ودايما لما حد يتكلم في الصناعة يتكلم على الصناعة الأوروبية خصيصا على طول يتكلم على ألمانيا ألمانيا العامل عندهم معايير واضحة العامل بالنسبة لهم يعتبر قديس يعني ليه مكان يعني عشان كده العامل بيجي في نهاية السنة زي وزي أي دكتور زي وزي أي يعني رجل أعمال زي وزي أي حاجة بياخد الأجهزة بتاعته السنوية وبينزل يتفسح وبيلبس كويس وبتفسح كويس عادي جدا زي وزي أي لكن العامل عندنا الشكل غير لائق يعني الشكل بتاع العامل عندنا غير لائق ده بيرجع لإيه بيرجع طبعا لأنه دخله ضعيف في الصحة جزء كبير من العمال مش واحد تحقق مهمش جزء كبير من العمال بيشتغل بشكل غير منتظم ودائما العمال غير منتظم ما بتروح ضحية غير مقننة غير يعني المفروض التأمين الصحي يغطي كل عمال مصر هو الرئيس وعد يوم الخميس قال كده يعني نتمنى نتمنى لقصة التأمين الصحي للعمال كلها نتمنى لأنه العمال ما يملكوش غير صحته العامل ما عندوش غير صحته ما عندوش غير دراعه ايوة بالزبط وبالتالي لما بيقعد أما بيبطل شغل ما بيلاقيش ما بيلاقيش حد يصرف عليه عشان كده هو عنده في النهاية عنده أسرة وعنده بيت وعنده أولاد عاوز يعلمهم زي أي حد تاني عشان كده لازم ياخد حقه أستاذ رجب مصر دولة صناعية شوفي احنا ببساطة كده رأي الشخص من يوم ما دخلنا في قصة انه احنا نكون دولة صناعية ودولة سياحية ودولة زراعية ودولة كذا ودولة كذا احنا مش عارفين نحن وإحنا أطفال صغيرين كانوا دايما من يقولوا مصر الزراعية مصر الزراعية وانا ليه وكتنظر مصر الزراعية ومصر السياحية هي ببساطة لأنه مصر في هذين المجالين تملك أدواتهم يعني في الزراعة تملك الأرض الجيدة وتملك الأيدي العاملة المهرة وتملك مية تنين اللي ما تسوهاش أي حاجة في الدنيا وفي السياحة معروف أننا نملك أكبر كمية من الآثار على اكتلاف أنواعها في العالم لو إحنا لو إحنا حطينا دولي قوام للاكتصاد المصري واشتغلنا حتى في الصناعة على ما يناسبنا على ما يناسبنا إيه هو ده اللي يناسبنا اللي يناسب النشاط الأساسي عندنا يعني مثلا أقدر حضرك مثال أما جاءت اليابان مثلا بعض هرشي مراني زاكي حابت تخشي المجال الصناعي ما فكرتش أبدا في صناعة الطيارات ولا فكرت في صناعة الصواريخ ولا فكرت في حاجة هي خصصت نفسها في الصناعات الدقيقة والمتوسطة أجادت واستفادت والهند كذلك يعني رجع لكل التجارب الصناعية هتلاقي يوامل التخصص في اللندا مثلا الموبايلات يعني أنت عارفة السويسرا الساعات والحاجات اللي هي الدقيقة لا تتميز فيه تشتغل فيه عبل ما أفكر أنا أعمل إيه أفكر ماذا أملك أنا أنا إيه اللي بيميزني ربنا سبحانه وتعالى إلا تعرف تبيعهم اللي عندي أيه أنا قبل ما ابيع إيه اللي أملك을 عشان أبيعهم عشان كده لازم الرؤية تكون واضحة احنا عاوزين نوصل لحد فيه حولا نحدد الهدف اللي عاوزين نوصل حد فيه اشتغل صناعة اشتغل في أي مجال أي مجال مثلا هم عند الوقت مشجع على استثمار الداخلي والخارجي. أنا لما يجيني مستثمر من برة عشان يعمل لي مصنع ملابس جاهزة أنا فورا لازم أرفض. فورا لأنه أنا عندي البديل. البديل المصانع المحلية وأولادنا يشغلوها ويستفيدوا بيها. أنا أجيب مستثمر لما يكون المستثمر هيديني سلعة استراتيجية سلعة مش عندي. السلعة أنا مقدرش أصنعها. في الحالة دي أجيب مستثمر خارجي. لو نظمنا نفسنا واشتغلنا بالعلم والتنظيم وبقى عندنا منظومة تشتغل في كل الاتجاهات. هننتقل من مكان إلى آخر على الخريطة العالمية. وده حصل في مصر بالنسبة كم في المئة؟ يعني اللي هي المنافسة دي ما بين الشركات المصانع المحلية والشركات الأجنبية. ده حصل في السلعة المتشبهة بالنسبة لديه؟ أنا أسير حضرتك أنت تحكمي لما ترجع لي الخمسينات والستينات. لما الراحل عبدالناصر معيني ساداتي قلباً وقالباً. بس لما الرئيس الراحل رئيس عبدالناصر أسس مصر الصناعية بمجموعة من المصانع والشركات قطاع العام اللي كانت بالضبط زي الهند وزي ماليزيا. كنا في نفس المستوى الاقتصاد الهند وماليزيا وكوريا والصين وخلافه كل ده كانت نقف على مكان واحد على مستوى واحد. بص دلوقتي هم وصلوا فين؟ وإحنا وصلنا فين؟ بالخصخصة اللي حصلت. والبلد اللي تنهبت المصانع ومازال بعض الشركات الموجودة في الدولة اللي هي الشركات القطاع العام تعاني وتعاني. تعاني أولاً وآخراً من إدارتها. ونعرف شركات وبالإسم بتخسر معظم شركات القطاع العام بتخسر وبتصرف أرباح العمار بتخسر وبياخد من يقوم على إدارتها نسب معين. فإحنا لازم يعني بالعامية نفوق ونعرف إحنا عاوزين إيه ورائحين لفين؟ طب هيعملوا فيها إيه في مجاة نظر حضرك يعني شركات القطاع العام؟ الشركات القطاع العام نعيدها يكلتها من جديد ما نبيعش أبداً لا ما نبيعش ده أكبر غلطة اللي تركبتها الحكومات السابقة إنه هم باعوا القطاع العام القطاع العام صروة ملك الشعب مش ملك حد القطاع العام لو حسن وأسر بيوتها بتتقفل يعني الناس اللي بتسيب الشغل دي وطبعاً إحنا اضطرينا نضحي بتاعها وبتجيب رجالتها بقى إحنا اضطرينا نضحي للأسف بالناس كتير قوي من العمال عندهم أسر وعندهم بيوت وعندهم أعباء والأهم من ده إن عندهم خبرة خبرة الناس اللي برا هم بس اللي عرفوا قيمتها وعرفوا يستثمروها احنا أكبر غلطة حصلت في مصر في الاقتصاد هو بيع من وجهة نظري هو بيع القطاع العام أو خسخصة الشركات اللي حصل إنه مصر كلها خسرت في المرحلة دي ولكن نحافظ عن اللي موجود والكادة السياسية اللي حاولك شايف إن ده كان خطأ يعني إيه الأثر عن سيء؟ لأنه راح الخطأ الخاص حتى لما بعناه اتباع بطرق غير يعني يشبها الكثير والكثير ورح وذهبت إلى من لا يستحق بس تأثيرها اقتصاديا على الاقتصاد يعني ضر الاقتصاد في شيء؟ طبعا بص يا حضرتك أنت ضر الاقتصاد لأنه المصانع والشركات هذه كانت ملك الشعب مش ملكة حد استثمرها من قبل الدولة يعني دايما دايما مفيش أرحم من الدولة إن أحسنت يعني إن إن أرادت القطاع العام والقطاع الخاص مهم جدا إلى جانب القطاع العام مهم جدا بس معلش نحن في النهاية بنتكلم عن بشر وأنا واحد منهم أكيد أنا عاوز أطلع بأكبر ربحية ممكنة فبالتالي عاوز أقل أقل تكلفة للإنتاج لكن الدولة في النهاية الأدوات والأصول دي ملكة للشعب وهترجع للشعب فأكيد القطاع العام محتاج اللي باقي محتاج إحنا نبص عليه ومحتاج عادة هيكلة ومنفردش ولا في شركة واحدة إيه الحقوق اللي واخدها العامل برا ومشوخدها العامل في مصر؟ لا، العامل برا بيشتغل في جو ناقي جو صحي بالنسبة للعمل حقوق واخدها بالكامل ما نقول لحضرتك؟ العامل محتاج إيه؟ هو السؤال بسيط جدا الحقوق بتاع العامل هو العامل محتاج إيه؟ العامل محتاج يأكل كويس ويشرب كويس ده معناته أن دخله من عمله يكفيه ويكفي أسرته ده البعد الاجتماعي محتاج العامل أن تكون صحته كويسة محتاج العامل أن تكون صحته كويسة وبالتالي عنده تأمين كويس جدا صحي نستفيد منه محتاج العامل يتطمن على بكرة لما يحصل له إعاقة أو يطلع معاشه وده التأمينات ودورها والمعاش ودوره هو العامل مش محتاج أكتر من كله محتاج أنه اللي يتعامل معه يتعامل بأدمية محتاج يتعامل معه يتعامل معه على أنه زيه بالضبط رجل مفيد جدا زيه بالضبط لأنه لو لا مش العامل مش أنا هكون ولا غيري هيكون الفكرة كلها أن الكون تطفلي زي ما أنت عارفة وما فيش حد بيشتغل عند حد كلنا بنشتغل عند بعض كلنا بنشتغل عند بعض بس هي الفكرة أن نحن توصل لنا الروح دي وعشان توصل الروح دي لازم نرجع بقى الموضوع ما كلمنا أيام زمان القيم المجتمعية وإعادة الصياغة للدنيا حوالينا فيها شايف هي وارتبط هذا الكلام ارتباط وصيق معلش في ثواني معدودة بمدى أهمية وجود التعليم الصناعي الفني في جمهورية مصر العربية صح ما هو الدور الذي يؤديه التعليم الفني الصناعي في مصر وما هو المرضود من هذه الصناعة التي هي صناعة التعليم الفني في مصر في مقابل المبالغ الطائلة التي تتحملها كل سنة وكل عمال مصر بخير أكيد أستاذ رجب شرنوبي عضو تحدي غرفة الصناعات بشكل حرق جدا على وجودك معنا من هذا كل سنة وكلنا طيبين كل سنة والمصريين وكل سنة ومصر بخير شكرا بعد الفاصل سيكون معنا المطرب الفنان أحمد سيد هو أحد نجوم عرب ايدل كمان أحمد عمل أغنية سنشوفها دلوقتي حالا وبعد كده نلتقي معاه بعد الفاصل ساعة الفجرية مع أحمد سيد دنر غامرات اشتركوا في القناة شكرا